وللمزيد انظموا الينا من بغداد مراسل الغد محمد فاضل محمد ما اخر مستجدات ملف المرشح لتكليفه بشأن طبعا تشكيل الحكومة نعم حتى الان رئاسة الجمهورية لم تعلن بانها تسلمت كتابا رسميا بتكليف السيد اسعد العيداني لرئاسة الوزراء لكن هناك بعض المصادر تشير بان تحالف البناء قد سلم فعلا كتابا الى رئيس الجمهورية يرشح فيها السيد اسعد العيداني لهذا المنصب وان مسألة تكليفه يعني هي مسألة وقت لا اكثر هذه بحسب مصادر طبعا من داخل تحالف البناء تحالف البناء يقول بانه هناك توافق على ان يكون السيد اسعد العيداني هو رئيسا للوزراء ليس توافق داخل تحالف البناء فقط بل مع باقي الكتل باقي الكتل حتى اللحظة امتنعت عن الادلاء باي تصريحات لم يصرح منها طبعا الكتل التي كانت رافضة لمرشحي تحالف البناء سوى بعض الاطراف يعني مثلا تياري حكمة قال بانه يرفض رفضا تاما ان يكون اسعد العيداني هو رئيسا للوزراء وان هناك صفقة تطبخ خلف الكواليس لتنصيب هذا الشخص تحالف سائرون حتى اللحظة لم يدي بأي تصريح مع علم ان تحالف سائرون كان من الرافضين لأي مرشحين من قبل البناء يبقى طبعا تبقى الامور معلقة لحين صدر بيان من قبل رئاسة الجمهورية يفيد بان البناء قد قدم كتابا رسميا الى رئيس الجمهورية في ظل هذه الاوضاع كان هناك اوضاع ميدانية متأزلة في هذا الاطار كانت هناك تظاهرات هناك دعوات للتصعيد في بغداد والمحافظات الجنوبية طبعا ردا على محاولة التكليف العيداني ما هي الردود الفاعل هناك في الشوارع العراقية وما هي الامور الميدانية ككل نعم دعيني ابدأ من البصرة حيث يعني مسقط رأس سيد العيداني في البصرة كانت هناك تظاهرات كبيرة قطعت اغلب الشوارع الرئيسية في البصرة وحتى الفرعية كانت هناك هتافات كبيرة ضد اسعد العيداني وصفوه طبعا حسب وصفهم وصفوه بالمجرم بالقاتل الى اخرى من هذه الاوصاف رفعوا لافتات تندد بان يكون السيد اسعد العيداني هو رئيسا للجمهورية رئيسا للوزراء عدرا في البصرة في الناصرية ايضا كانت هناك تظاهرة في كربلاء كانت هناك تظاهرة منددة لأسعد العيداني ثم حدث اشتباك مع اناس مجهورين ثم حدث اعتداء على بعض المراكز التجارية حاولت قوات الجيش السيطرة على الوضع في البداية لكنها لم تفلح مما اضطر الحكومة العراقية الى ارسال او الحكومة المحلية الى ارسال قوات السواتة التي سيطرت على الوضع لكن ما يزال الوضع حذر حتى الان في بغداد رفعت لافتات وصور للسيد اسعد العيداني وضرب عليها علامة اكس يعني انهم لا يريدون السيد اسعد العيداني ان يكون رئيسا للوزراء هناك تصعيد كبير على ما يبدو لرفضهم لهذا الامر هذا الامر ايضا يعني تزامن مع وجود خلوقات امنية حدثت يوم امس يوم امس هناك ثلاثة دراجات نارية مفخخة قد انفجرت شرق بغداد اضافة الى وقوع حوادث في مناطق سيدية والبيع وحي الامين وهي حوادث طبعا عبر قنابل صوتية وايضا قنابل محلية الصنع كان هناك عدد من الضحايا قد سقطوا نتيجة هذه التفجيرات يبدو الوضع في العراق متأزم نتيجة ترشيح السيد اسعد العيداني وايضا هناك ردود افعال سياسية مختلفة متباينة وهناك توتر في الشارع العراقي نشكرك محمد فاضل على كل هذه التفاصيل مرسل الغد كنت معنا من بغداد